السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا موجود في مكان اسمه قولولي لو انا بنطقه غلط احنا في فرنسا انا مقدرش اروح في مكان في عدد حتى لو شغل باخد لي ساعة بص على الحاجة اقول لكم انا شفت ايه. ده جماعة موجود منه اول حاجة هو ملك شركة انجليزي من الفين واثنين شركة اسمها في انجلترا اشترته. دي نمرة واحد. نمرة اتنين في مية واحد محل هنا في فرنسا وتسعين محل في بولندا. متسألونيش ليه اختاروا البلدين دول بس هم مشهولين هنا. خلينا نخش يلا بيناها من ضعي شوق. طبعا اول حاجة جماعة الكشاك دهية اللي ممكن نحطها في الحضائق. طبعا غالية امنها مش نخيص. تلات تلاف مية وخمسين يورو. انما بيوفروا كتير جدا لو انت قايز تحط حاجة في الحضيقة تخزم فيها او تعمل بيها اللي انت عايزه. ما اظنش ان هم مفتوحين. حتى فيها اضاءة من فوق. انما جمال جدا بصراحة. في منهم بقى ايه? اسعار واحجام مختلفة. اربعة متر. بالخشب برضو حلوين جدا. تشتريه تحطه جاهز الف ومتين يورو. الف يورو. اللي واحد برضو كان عمل الورشة بتاعته بالشكل ده لو اكبر شوية. خليه بقى نخش المحل ونشوف القصة جوا فيها ايه? طبعا المحل زي اي محل اه في اوروبا. بيبقى اه في بارة حاجات اه لتجهيز البضايع. دخلت طبعا الحجم. ما هوش اكبر حاجة انما من اول نظرة او من اول وهلة بيقولوا الحاجات سعرها مش وحشة. طبعا الاوكر والكلام من ده انا ما عنديش خبرة فيها. اربعة واربعين يورو. الاوكرا انا معرفش ما كان بصراحة بس لقيت حاجات بعشرين وحاجات بعشرة. الاسعار اه متفاوتة بس ما اقدرش اقول دي اغلى ولا ارخص من باقي الدول. بالرغم منه اوروبا فيها مشكلة تضخم والحاجة غليت. هنا انت بتنقل حاجة بتاعت المطابخ بالخشب اللي انت محتاجه بانواع الخشب. كلها طبعا خشب صناي. الوشوش بتاعة الدوليب. وفيه وشوش مراية وفيه وشوش يعني فيه حاجات مختلفة لاختار منها اللي انت عايزه. دي الارضيات الامدي اف. طبعا تشكيلة كبيرة. اللي بيعجبني طبعا هناك انه بيبقى فيه تشكيلات كبيرة. بالسوكلو. يعني معظم الحاجة اللي ممكن الواحد يحب يكون موجودة فهي موجودة. بالاضافة الى الحتة الكبيرة الوسعة. وده الصيانة بتاعت الاخشاب. ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة. كان مهائل من اه الصيانة للخارجي والداخلي. والبركي للتلميع. فنش فارنش. بوليوريثين. وطبعا الحاجة اللي انا بيحبها جدا وهي الاخشاب المجهزة متقطعة بمقاسات صغيرة. دي مقطوع دي خمسة وخمسين يورو. اللوح ده لقيته غالي جدا. مع انه اربعتاشر ميلي. اللي هو الخشب الفنلندي الطبقات. ده برضو بيباع لو واحد بيعمل حاجة خارج البيت تعمل ارضية. ده كله متعالج. ولو ناخد بالنا اللوح التاني اللي هو الغامق ده هوت. ده بيبقى متعالج ضد العفن. بتقدر تحطه في الحديقة. لو هتعمل قعدة ولا حاجة. الخشب المتقطعة ده كله جماعة. الوزرات. كلها يعني نعمة جدا وجهزة. هنا بقى دي غالية جدا شايفها متين تسعة وعشرين يورو. اللوح ده هوت. ودي طلع موضة جماعة الناس كلها دلوقتي بتعمل طربيزات مجهزة. بالشكل ده هوت. وده تقريبا اه بزي ما بيسمهم حمرين. والقطع اللي انت ممكن تشتريها جهزة. والحتة ده هي دول كزا لوح متغري في بعضه. عشان لو عايز تعمل طربيزة او عايز تعمل الحاجة اللي انا قلت عليه حمرين. السلالم الجهزة نفس الشيء كم كبير جدا من السلالم الجهزة وابواب الجراجات وابواب المنازل. الف وستمائة تسعة وتسعين ده غالي شوية. اما بالنسبة لباقي العلب اللي هي بتاعة العدد العدد كتيرة جدا. انا شفت ان فرنسا ارخص بصراحة من دول كتيرة. لسه جاي من السعودية زي ما انتم عارفين. انما انا شايف انه المحل ده هو طبعا ارخص من السعودية. واقل شوية من المانيا. هنا طبعا هم يعني اسزة الفراط والسعر بتاعها مش وحش. طبعا اللي عايز يعرف سعر الحاجة ممكن يوقف الصورة. ويبص يقدر يجيب ايه السعر. هنا بكافة انواعه واشكاله. بحاول طبعا اجيب لكم السعر ده نوع ماركة تانية اسمها ماك. بخمسة وخمسين. اه يعني بحاول اجيب على قد مقدر السعر مية تسعة وتمانين يورو. والاكسسورات الكاملة بتاعته. زي ما بقول لكم لو واحد عايز يجيب سعر يسبت الصورة ويكبرها بعد كده او يصورها سكرينشوت ويكبر. كم هائل طبعا من الصنفرة. مع ان الصنفرة اللي انا عايزها اللي بدور عليها. بدور على الصنفرة اللي هي بتبقى ممتازة جدا وبتعيش. هي غالية شوية انما آآ يعني بتريح جدا في الصنفرة للحاجة اللي انا ما بيحبهاش. ده شبه اللي انا كنت جايبه بس بالكهرباء. الاكسسورات بتاعته بالكامل للمناشير. يعني الصاروخ والقراص والديسكات. ودي بتاعت كل حاجة ممكن تتخيلها. الحاجة اللي عجبتني هنا مية وخمسين يورو ده المنشار الطاولة. ومناشير مختلفة. عشان كده بقول المحل ده فيه حاجات حلوة. ميتين وخمسين يورو. ده منشار شريط صغير جدا. حلوة ينفع في البيوت. وده برضو نفس الحاجة. مربوه وبيمسح. منشار اركات. وده بتسع وصعين يورو اعتقد ده سعره كويس جدا جدا جدا. وباقي الحاجة طبعا دولهم حاجات كتير قوي طبعا انا بحاول اصبر على قد ماقدر. مية تسعة وتمانين يورو. كميات كبيرة جدا. ماك ده اعتقد شفته برضو في كزا دولة. وصورته قبل كده بسأل مش فاكر فيه بصراحة. ما تيبه طبعا استاذ منشار الدسك. ميتين تسعة وتلاتين يورو. يعني ما يلف بالمصري مثلا. ميتين تسعة وتلاتين يورو. اليورو بعشرين جنيه تقريبا حسب ما انا فاهم او فاكر. دي طبعا الفارات الكهرباء انا ما بحباش وما بستخدمهاش. انما اه انواع مختلفة منها. اما بالنسبة الى الراوترز فسكل ده يا جماعة ماركة كويسة جدا. اه في ماركات بوش الاخضر اللي هو للهواة. الازرق للمحترفين. والدريلات اللي هي بالسلك. كتيرة جدا جدا جدا. ما قدرتش اصور طبعا كلهم. او اجيب لكم اسعارهم كلهم. انما الكام كبير بالاحجام مختلفة. ده بقى للاستخدام المنزلي اللي عايز يجيب حاجة اتناشر اربعتاشر فولت فلة. تفك بيه مسلا جهاز تفك بيه حاجة. ودول اربعتاشر فولت. يعني فيه اتناشر واربعتاشر وتمنتاشر. لانه العشرين فولت غير موجود في اوروبا. اللي موجود اه التمنتاشر فولت. وهم تقريبهم واحد يعني التمنتاشر والعشرين. ما بيختلفوش خالص. ده الامباكت. طبعا طريقة اه بصوا يا جماعة بصراحة. طبعا امريكا في الحاجات دي لا يعلو عنها. المحلات بتاعت امريكا. نمرة واحد ونقدر بعد كده نقول بقى بقى الدول. امريكا وكندا طبعا لا يعلو عنهم في المحلات. وطبعا اللي يعرف او اللي شاف قناتي. هيعرف ان انا مصور يعني كمية محلات كبيرة جدا في كل حتة في العالم. ده ريوبي. ريوبي طبعا زي ما احنا عارفين من اشهر الماركات اللي موجودة حاليا في امريكا. وهنا طبعا في طبعا الناس بتحب تعمل الماركات الالوان اللي شبه الوان بوش. بيديك الانطباع لان بوش ماركة جيدة. فبيحاول يدي لك الصنف يبقى ايه? يورغولك شبه بتاع بوش. بيأثر عليك نفسيا يعني. نفس الحكاية بالنسبة للصنفرة. الصنفرة دي من ديولت كان بسبعين دولار في امريكا حسب ما انا متذكر. ولقيت سعرها هنا اغلب كتير مية واربعة وثلاثين يورو. فبالتالي عشان كده بقول لكم دايما الاوروبا لو تعرفوا حد ليك حد يعني ممكن يشير لك حاجة من امريكا او كندا. فبيبقى ارخص بكتير جدا من اوروبا وباقي دولنا العربية. مناشير الاركات كتيرة جدا. دي الميزة بس في المحل ده هوت انه لقيت يعني تشكيلة كبيرة من كل حاجة مشغل الاركات الكهرباء بتسعة تلاتين يورو. يعني يعمل له بالمصري تمنمية جنيه مسلا. هنا بقى دي اه جماعة حاجة حلوة قوي الترابيزات جاهزة انت عايز تعمل مسلا تعمل حاجة بالنجارة تروح تشتري رجل الترابيزة او الطاولة وتركب عايز تعمل صفرة عايز تعمل اللي انت عايزه الحاجة دي كلها موجودة وجاهزة تشتريها اه حديد او خشب او على مثال او زي ما انت شايف كل حاجة جاهزة يعني بتاعها ممتاز تعمل انت الحاجة اللي انت عايزها وتركب وشكرا مش لازم تنزل ايه تدوخ على عند حد يعملها لك. خطى رجلين الكنب ورجلين الترابيزات زي ما احنا شايفين متوفرة وبكثرة. حاجة بصراحة يعني جميلة جدا الموضوع ده. طب يا جماعة وكده انا يعني بصراحة لازم اخرج من المكان ده. الحمد وحاجات حلوة جدا. اتمنى شوفكم الحلقة الجاية في مكان تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخر حاجة بقى قبل ما امشي. وانت اطلع لو معك حاجة عايز توصى عشان تخطى في العربية. واتخطط كل حاجة عشان ديه اتضبط الحاجة قبل ما تخطى اخطى.